التقى المجير والعام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضر موت الساحل الدكتور محمد الجمحي بمكتبه مجير مكتب الخطوط الجوية اليمنية منطقة المكلة وليد فلهوم ونقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بمنح تداكر سفر لمرضى السرطان بأسعار خاصة وذلك في لفتة إنسانية من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود ونائب المدير العام للشؤون التجارية بالخطوط الجوية اليمنية الأستاذ محسن حيدرة لمساعدة مرضى السرطان ومنحهم تداكر سفر بأسعار خاصة وأكد اللقاء على ضرورة تعميد التقارير الطبية لمرضى السرطان من قبل مكتب وزارة الصحة والسكان بالمحافظة لتسنى اعتماد التخفيض المحدد كما نقش اللقاء آلية التقارير الطبية للمسافرين عبر الخطوط الجوية اليمنية إلى القاهرة وتسهيل المعاملات لهم والإجراءات اللازمة ترجمة نانسي قنقر